سطو على الممتلكات في تعز هي آخر قصص الفوضى في المدينة كيف تحولت تعز إلى مدينة هائفة؟ من بيده ضبط الذين يقفون وراء هذه الجرائم؟ لماذا تتسع مشاكل تعز وتضيق فرص الحلو؟ أهلا بكم مؤخرا زادت على مشكلات تعز جرائم السطو على المنازل ونهب أراضي المواطنين إذ ارتفعت أصوات المواطنين تشكو نهب الممتلكات الخاصة من قبل العصابات المسلحة مؤكدين أن هذه العصابات لا تخشى سلطة الدولة ولا أجهزتها الأمنية نهيك عمن يوجه أصابع الاتهام لبعض القيادات بالتواطؤ مع هذه العصابات إذ يبدو تحرك الأجهزة الأمنية خجول نزاء أعمال النهب التي باتت تؤرق مضاجع المدنيين في تعز وهو أمر لم يتقبله أبناء المحافظة فاستمرار الاختلالات الأمنية في مدينة لم تعرف طعم السلام منذ بداية الحرب بات هاجسا مقلقا فيما أصبح الحل ضرورة ومطلبا ملحا لدى أبناء المحافظة ما هي الإجراءات التي يمكن أن توقف العبث في هذه المدينة المنهكة وما الذي بيد أبناء تعز من أدوات ووسائل ضغط على صناع القرار فيها وكأن تعز لا يزال ينقصها المزيد من المشاكل والأزمات مؤخرا قفزت من بين أزمات تعز المتراكمة قضية الاستيلاء على المنازل والممتلكات الخاصة كان آخرها منزل رجل الأعمال المعروف علي محمد سعيد رئيس مجلس إدارة مجموعة هائل سعيد أنعم وهو الذي أسفر عن تدخل محافظ تعز لإخلاء المنزل وبقية المنازل المغتصبة من قبل أفراد يتبعون بعض الألوية العسكرية لكن عددا غير قليل قبل ذلك من المنازل والممتلكات الخاصة التي تعود لمواطنين وتجار مغتربين ونازحين تعرضت للاقتحام والسطو على يد مسلحين يقول البعض إنهم مقربون من قيادات عسكرية وأمنية الاتهامة تشير أيضا إلى أن المسلحين يطالبون بمبالغ مالية كبيرة مقابل إخلاء هذه المنازل وإعادة الممتلكات لأصحابها يرى مراقبون أن إخفاق المؤسسات الأمنية والسلطات المحلية في تعز نتيجة المحاصصة وتغول المصالح الحزبية وتحالفها مع منظومة مصالح جهوية وقبلية وشلالية وشخصية هو ما يسمح بانتشار هذه الظاهرة ويزيد من مخاطرها من الواضح أن الصراع في تعز يأخذ أبعاد كثيرة فهذه المدينة التي تخوض حروبا عدة في آن واحد لا تزال أسيرة معركة حزبية امتدت آثارها لأجهزة الدولة المدنية والعسكرية والأمنية ما أدى إلى تعميق حالة الشلل الذي تعاني منه المؤسسات الأمنية والقانونية وتقييد حركة السلطة المحلية في ظل هذه الظروف برزت شخصيات تتزعم عصابات تقلق الأمن وتنشر الإنفلات في أنحاء المحافظة وتعمل تحت غطاء الصراع السياسي القائم أو صراع النفوذ بين قيادات المحافظة ما جعلها تبدو كأنها لا سلطة قادرة على ردعها وليستمر الحال في تعز من سيء إلى أسوأ إذن مشاهدين تابعنا التقرير حول موضوع هذه الحلقة من برنامج المساء اليمني ورحب بضيفي هنا في الستيديو الباحث السياسي خالد عقلان أهلا بك أستاذ خالد أهلا وسأدنك ببداية هذه الحلقة لظروف حز الأكمار الصناعية من تعز نبدأ مع ضيفنا من تعز ورحب بضيفنا من هناك عمر الحميري المحامي والناشط الحقوقي أهلا بك أستاذ عمر مرحبا أخي الكريم ومشاهدي قناتكم الكرام إذن أستاذ عمر نبدأ معك هذه الحلقة أنت أحد المتابعين والمهتمين بما يحدث في تعز وتحديدا ملف البسط على بيوت وأراضي المواطنين هناك في البداية لو تضعنا في صورة هذه الظاهرة التي باتت تؤرق أبناء المدينة في الحقيقة هذه الظاهرة قديمة نوعا ما ولكنها تتوسع وتنتشر ومع اختلاف الأشخاص والعصابات والجماعات التي تقوم بهذه الظاهرة في بداية الحرب شهدت مدينة تعز نوعا من الأمان النسبي قبل كان الناس مجمعون على قضية واحدة وانشغل الناس بصد العدوان الحوثي ومع مرور الوقت تكونت هناك عصابات تجمعها مصالح عصابات اعتمدت على نهب منازل على نهب امتلكات نهب الأثاث وبيعها في الأسواق كنا نعذر سلطات الأمنية وسلطات المحلية بأنها وليدة اللحظة وأنها لا تستطيع بإمكانياتها آنذاك قبل ثلاث سنوات مثلا بأنها لا تستطيع مواجهة تلك الظاهرة ولكن أصبحت الآن في مدينة تعز هناك سلطة أمنية قوية أصبحت هناك سلطة عسكرية هناك قيادة الجيش قيادة موحدة ذابت جميع الفصائل فصائل المقاومة الشعبية واندمقت ضمن إطار عفوا ضمن إطار الجيش الوطني وأصبحت لديها قيادة موحدة وبشكل مؤسسي في الظاهر ولكن ماذا يحدث الآن لا زالت تلك الظاهرة تحدث في المناطق الشرقية في المناطق الشمالية نوعا ما في بعض الأحياء حتى أحيانا في مناطق ليست قريبة من القبهات نحن نستغرب ذلك يحدث بشكل مستمر دخول للمنازل نهب للآثاث هناك اقتحام لحرمات البيوت وأحيانا طرد الساكنين من قبل أفراد مسلحين ولا يخفى القول بأن هناك كثير منهم يتبعون الجيش الوطني وللأسف يشويهون تضحيات يشويهون التضحية والفداء والاستبسال الذي يقوم به أبطال الجيش الوطني في القبهات وهناك شردمة قليلة وعصابات قليلة تقوم بالإسائل الجيش الوطني وتقوم باقتحام المنازل والسكن فيها وتسكين عوائلهم وربما مصادرة الأثاث وبيعها إلى جانب الظواهر الأخرى مثل نهب الأراضي واقتصاب الممتلكات العامة هذه الظاهرة تحدث بينما لا تقوم الدولة ممثلة بالجهاز الأمني وممثلة بقيادة القيش وقيادة الألوية بتصرف إزاء هذه الظاهرة المسيئة والتي تشوه تعز نقول من الذي يشوه تعز اليوم هم هؤلاء الذين يقومون بانتهاك الحرومات والذين يرتكبون قرائم عسكرية وهي بالمناسبة قرائم معاقب عليها قانون القرائم والعقوبات العسكرية في المادة 21 وينص القانون على أن يسقن من قام بالاعتداء على الممتلكات الخاصة والمحمية وفق القانون ووفق المعاهدات الدولية بالسجل لمدة عشر سنوات أو بالفاصل من الجهاز العسكري أطلقت أستاذ عمر أطلقت سنتحدث عن تقييمك أيضا لأداء الأجهزة داخل السلطة المحلية في محافظة تعز وأيضا الأداء الأمني والعسكري في هذا الملف لكن قبل ذلك أطلقت العديد من الصفات على هذه العصابات من المتهبشين إلى المفصعين إلى ذلك الكثير والكثير قيلة حول هذه العصابات من يتبعون هؤلاء للأسف فيما مضى كان هؤلاء أفراد عصابات تقمعهم مصالح مشتركة ولكن مع تكون القيش الوطني واستيعاب العديد من المسلحين الذين كانوا ضمن إطار المقاومة الشعبية أو المسلحين وكثير منهم لم يكنوا ضمن إطار المقاومة وكانوا يتسكعون في الشوارع وفي أنحاء المدينة تم دمجهم وترقيمهم ضمن القيش الوطني هؤلاء أصبحوا عالة وبعضهم للأسف ينتمون فعلا للجيش الوطني وكانوا من أفراد القبهات لمبررات عديدة هناك من يقول أن هذا منزل شخص لم يتعاون مع المقاومة الشعبية وأن هذا الشخص لمبررات واهية لا يحميها أي منطق ولا يحميها قانون وبالتالي هناك قرائم من قام بها أشخاص متعددون وعصابات متعددة ينتمي بعضها إلى السلك العسكري وهم لحتى اللحظة وحتى اللحظة يتبعون الجيش الوطني وهو ما يجب البدء بهم ومعاقبتهم وإيقافهم عند حدودهم لا زالت اليوم هناك العديد من المنازل في حي العسكري في القحملية في المقلية في حي الإخوة في الروضة منازل لا زالت تحت سطوة أشخاص عنوة وغصبا عن مالكيها وعن أصبع أصحابها هناك مطالبات لدى السلطة الأمنية لدى قائد المحوار لدى قيانة الألوية لدى السلطة المحلية هناك أوامر بالإفراج عن هذه المنازل ويعادتها إلى مالكيها ولكن لا يتوجد استقابة وبالتالي فإن هذه القرائم لا تعدو كونها حالة انفلات وحالة ضعف وحالة أيضا محسوبية وحالة صمت وهناك أيضا أقلام كنا نعول عليها ولكنها أصبحت تبرر لهذه القرائم تحتهم سميت عديدة وهو ما نقول أن هذا الأمر معيب في حق الجيش الوطني ومعيب في حق المشروع الوطني الذي تتبناه تعز والذي يضحي من أجله ووضح من أجله كثير من الشهداء الآن في إطار من يتحمل المسؤولية هناك من يلقي التهم والتقصير على المحافظة وهناك من يتهم حزب الإصلاح وهناك من يقول قيادة المحور محور تعز تحمل المسؤولية برأيك أنت من بيده اليوم إيقاف هذا العبث لنكون دقيقين بهذه المسألة المسؤولية الجنائية الشخصية يجب أولا وقبل كل شيء معاقبة كل من انتهك حرمة منزل وسكن فيها واعتدى عليه غصبا وعنوة عن مالكيها الشيء الثاني يجب أن يتحمل القادة العسكريون المباشرون قادة المربعات وقادة الجبهات التي ينتمي إليها هؤلاء والمسؤولية الأعلى وهم قادة الألوية ومسؤولية التي فوقها قائد المحور كمسؤولية إدارية عن أفعال منتسبها مفقل لقانون جرام والعقوبات العسكرية ويتحمل أيضا مسؤولية التقصير الأمني مدير الآمن وجميع الوحدات العسكرية الأمنية في المحافظة بدءا باللقنة الأمنية وإدارة الآمن والبحث الجنائي والنقدة والشرطة والأمن الخاص جميع هذه الوحدات أين دورها من هذه الانتهاكات وبالتالي فإن المسؤولية مشتركة أيضا هناك مسؤولية سلطة المحلية التي لا تقوم بالضغط من أجل حماية حقوقها وامتلكاتها أولا الناس ونأتي إلى المحاصة الحزبية ومسؤولية أحزاب كونها وضعت يدها على الجيش الوطني وكونها وضعت يدها وهذا لم يعد سرا في مدينة تعز هناك نوع من الوصاية الحزبية على الجيش ليس من حزب واحد فقط وإنما حاول الجميع اختسام هذا الجيش ووليد اللحظة والذي تم إنشاؤه من العدم وحاول الجميع بس سيطرته ولم يكونوا نزهاء في هذا الشأن وبالتالي فإن لهم مسؤولية بقدر سيطرتهم وبقدر نفوذهم داخل أرويقة الجيش كونهم أصبحوا اليوم مرتبطين بمشروع الجيش الوطني ومرتبطين أيضا بمشروع المقاومة الشعبية ومشروع الدولة الوليدة وبالتالي فإن لهم مسؤولية مشتركة المجتمع اليوم والمهام التي يفترض على كل طرف وكل مؤسسات من المؤسسات التي تدير الشأن المحل داخل تعزي التي يفترض أن تقوم به في هذا الملف ما الذي يحدث؟ ما هي الإجراءات التي تتم؟ وكيف تقيم أنت أداء الأجهزة الأمنية والعسكرية في مستوى التجاوب مع المطالب التي يرفحها المواطنين وحالة القلق الموجودة لديهم اليوم؟ هناك نوعين من التجاوب أولاً مستوى التجاوب الورقي على الورق هناك تجاوب هناك أوامر هناك توقيهات بإخلاء تلك المنازل سواء من سلطة المحلية أو من قيادة القيش أو من قيادة الأمن ولكن على مستوى الواقع لا يوجد أي تجاوب هناك نوع من الإهمال هناك نوع من التجاهل هناك نوع مثلاً الناس لها وحبهم لها لدورهم في مدينة تعز. ولكن من الذي ينصف الضعفاء؟ من الذي ينصف الناس البسطاء الذين لا ظهر لهم ولا يحميهم أحد؟ شهدنا بالأمس أن هناك حزبا سياسيا يتبنى بيانا في اعتذار وبراءة من هذا الفعل. لأن هناك انتهاك لمنزل تقاري وعريق. ولكن من الذي يعتذر للأستاذ مهدي أمين سامي؟ من الذي سيعتذر للمنازل في الحية الدائري لأصحاب المنازل في حية العسكري التي يسكنها حتى اليوم. مسلحين بالقوة عنوة عن أصحابها. نحن لازم لابد أن نشيد بدور قادة في القبهات. محترمون ونزهاء للغاية. كانوا وكنا شهودا على ذلك بأنهم قاموا بإغلاق منازل. عقب انتهاء العملية العسكرية في تلك الأحياء وإغلاقها وشراء أقفال وتلحيم أبواب ومحلات وتلحيم منازل. وبقصد الحفاظ عليها. ولكن جاء من خلف هؤلاء من يسيئ إليهم من يسيئ لترحياتهم وبالتالي علينا أن نفرق بين دور الأبطال في القبهات ودور من يسيئ إليهم. سواء كان في يوم منتسب إليهم أو محسوبا عن الجيش الوطني. وبالتالي المسؤولية التقصيرية من قيادة الجيش. مسؤولية تقصيرية من ذات الأمن. مسؤولية تقصيرية أيضا من اللقنة الأمنية. اللقنة الأمنية مشتركة اليوم. ينتمي إليها جميع الوحدات الأمنية والعسكرية. وبالتالي فهي المخولة وفقا للقانون وفقا للمعامول به في مدينة تعز والتي تقوم بفرض الأمن سواء كان المطلوب الأمني عسكري أو مدني. وبالتالي هناك تقصير كبير من اللقنة المسكة العسكرية سواء الأمنية أو في الجيش. وبالتالي أيضا عليهم القيام بواقبهم وهذا ما يجب. لا يجب التذرع بأن هذا رجل عسكري أو أنه ينتمي إلى المقاومة أو ينتمي إلى الجيش بأنه لا يجب إلا نستطيع مواقهته. إذا لم يستطيع القيام بواقبهم عليهم ترك مناصبهم لمن هو أقدر. وأيضا على حزاب السياسية أن تضغط ضغطا خلاقا وأن تستخدم أدواتها الإعلامية أدواتها اللاسياسية العلاقات أن تستخدمها نوحنا الضغط يعني للفرق عن هذه الملازل والتخلي عنها وأيضا وعادة الحقوق إلى أصحابها كون هذا المشروع مشترك. أشكرك جزيلا عمر الحميري المحامي والناشط الحقوقي. كنت معنا من ته. شكرا جزيلا لك. أرحبك أستاذ خالي ضيفي في السيديو. أشكر لك استماعك معنا لضيفنا من تاعز بداية تعليقك حول هذه الظاهرة وموضوع هذه الحلقة ظاهرة البسط على أراضي ومتلكات المواطنين داخل محافظة التعز أتحالك خسامي ولضيفك الكريم الأخ عمر الحميري. هو وقف على أهم الأسباب والإشكالية التي نستطيع أن نقول أنها الأسباب الرئيسية التي أدت إلى حالة الفوضى ولكن هناك إشكالية أحمق بكثير. نحن الآن نتطرق إلى مظاهر الفوضى ومظاهر المشكلة. المشكلة الأحمق تكمن في غياب الدولة. يعني غياب الدولة ورخاوة السلطة المحلية وغياب المحافظ وشخصيات التي يتعمد هذه تعيينها بوصايا سعودية إماراتية ولأن تعيز أصلا لا زالت إلى الآن يطبق عليها الحصار من ثلاثة محاور أساسية المحور الشرقي الذي يتواجد فيه الحوثيون والمنطقة المخى الغرب تعيز هذه التي اقططعت تماما عن تعيز ويتعمد أو يتعمد التحالف إبقاء الحوثيين كفاصل ما بين المخى وما بين مدينة تعيز وإلا يمكن تحرر هذه المنطقة لفتح الحصار عن تعيز المنطقة الأخرى التي هي منطقة الحجرية التي تصل إلى عدن هذه منطقة شبه محاصرة الآن وهي المنفذ الوحيد لتعيز إلى العالم وذلك يتجه الجنود الأطال المغاور لفك الحصار عن مدينة تعيز يتجه للداخل لنهر منازل المدنيين نحن لا نبرر أولا ما يجري في تعيز إطلاقا ما يحصل من إشكاليات في تعيز هي مظاهر طبيعية لغياب الدولة إذا حضارت الدولة بكل مؤسساتها سواء المؤسسات القضائية ليتم القبض عبر إقراءات قانونية واضحة على كل من اقترف جريمة ويتم تقديمه إلى القضاء ستختفي كل هذه المضايا إذا كانت الدولة غائبة ماذا يفعل وماذا يصنع قادة الألوية العسكرية الموجودين داخل المحافظة قيادة المحور هؤلاء ماذا يفعلون؟ بالضبط هذه إشكالية واضحة تماما هناك متنفذون موجودون ضمن المؤسسات العسكرية وفاسدون وعصابات كما وصفها الأخ عمر الحمري هناك عصابات موجودة ومتنفذة داخل مؤسسة الجيش ومخترقة للجيش لأسباب كثيرة هؤلاء لم يكن لهم سبق في المقاومة إطلاقا وتم إدماجهم في مؤسسة الجيش وبالتالي هؤلاء عبارة عن عصابات تعمل ضمن خلايا هذه الخلايا إما أن تكون تتبع ممولة من قهات خارجية أو أنهم عبارة عن عصابات وأصحاب سوابق هؤلاء يعملون على المدنية الحضارية منذ ثلاثينيات القرن الماضي وهي عاصمة للحراك المدني والحراك التحرري وكانت هذه المدينة عاصمة للحركة الوطنية منذ ثلاثينيات القرن الماضي ولها إسهامات كبرى وجبارة في ثورتي سبتمبر أو أكتوبر هذه المدينة انطلقت منها شرارة فبراير هذه المدينة الآن هناك مؤامرة كبرى سواء من التحالف الذي يطبقون الحصار على هذه المدينة التحالف تحديدا هناك فيتو تماما من تحرير هذه المدينة قوة طارق صالح تحاصرها من الغرب ومليشيات أبو العباس تحاصرها من الحجرية وماذا قيادة الجيش الوطني وقيادة المقاومة الموجودة داخل تعز لا تحافظ ولا تقدم نموذج جيد ولا تقوم بضبط هذه العناصر وهذه الإصابات لأن الآن المتهم هذه القيادات وهذه الأطراف أنها اليوم بسبب المحاصصة المفروضة داخل المحافظة هي من تعمل على خلق هذه الفوضى وهي من تحمي هذه العصابات بالفعل هناك إشكالية كبيرة كما قلنا أن مظاهر الفوضى في تعز تكمن في غياب تفعيل مؤسسة الدولة تغيب أو تفعيل مؤسسة الدولة يكمن في العودة الحقيقية نحن نتحدث الآن عن حكومة عادت إلى عدن تحت الوصاية السعودية ويستقبل رئيس الوزراء الذي يعمل كسفير هو يشغل منصب رئيس الوزراء ولكنه في الحقيقة سكرتين السفير السعودي يستقبل من قبل ضابط سعودي في مطار عدن نحن أمام دولة كلها تحت الوصاية ما يحصل من تعز في فوضى هي قز لا يتقز من مشهد الفوضى في المنطقة المحرارة عدن تحت الوصاية السعودية والسفير السعودي يتحكم بها لكنها تعز اليوم يحكمها ويديرها أبناء محافظة تعز لا يوجد أي تواجد للسعودي هناك إشكالية وما ذلك يتقدم الموضع سيء للمحافظات المحرارة بالفعل نحن نقول أن هناك إشكالية عميقة سواء في تعز أو في غيرها هذه إشكالية الفوضى هي إشكالية غياب الدولة غياب الدولة هو حضور الدولة هو الحل الوحيد للقضاء على هذه المظاهر قيادة القيش وقيادة المحوار وقيادة الجهزة الأمنية والسلطة المحلية تتحمل مسؤولية كبيرة لنسأل من هو الرجل الأول المسؤول عن محافظة تعز محافظة تعز محافظة تعز إلى الآن ما زال في القاهرة ولم يحضر إلى مدينة تعز إلا أيام معدودة منذ أن تولى منصبه كمحافظة يقول نبيل شمسان محافظة تعز أنا لا أستطيع أن تواجد في محافظة تعز لأن توجيهات التي أصدرها لا يتم التعامل معها هناك تمرد على قراراته من قبل أجهزة الأمنية والعسكرية إذن فليقدم استقالته إذا كان غير جدير وغير قادر على العودة لممارسة مهمه بشكل واضح ويقدم إضاحا متكاملا إلى الرأي العام يقول أنا لست قادرا على إدارة شؤون هذه المحافظة أما أنه يبقى مع نبيل الصوفي ضيمن خلية تعمل في القاهرة ضيمن الثورة المضادة فبالتالي نحن أمام إشكالية عميقة جدا هناك من أبناء تعز من الذين لا زالوا يعملون ضمن النظام السابق ويعملون ضد هذه المدينة هناك إشكالية من عصابات موجودة ومخترقة وممولة من قبل الإمارات تسعى إلى تشوي هذه المدينة هناك قوة موجودة داخل الجيش الوطني عبارة عن مرتزقة ومجرمين وأصحاب سوابق تم استيعابهم ضمن الجيش الوطني هناك إشكاليات المحاصصة السياسية التي تعد كارثة في تعز إذا كانت هذه العناصر موجودة داخل الجيش الوطني والتي تقوم بهذه الممارسة وهذه الفعال هي ضمن خلية المؤامرة لإسقاط المحافظة لماذا لا تقوم قيادة المحور وقيادة العسكرية وقيادة الألوية العسكرية بإجراءاتها بضبط هؤلاء المجرمين بتقديمهم للقضاء العسكري خصوانهم جنود نحن قلنا ونقول ونؤكد إذن خالد فاضل قائد المحور وصادق صرحان وباقي القيادة العسكرية هم أيضا يتحملون الجميع يتحملون ضمن المؤامرة وضمن الخلية الإماراتية أنا لا أستطيع أن أقول أن فلان وعلان من الشخصيات الموجودة هم ضمن خلية معينة أو كذا لكن أستطيع أن أجزم أن الجميع هم يتحملون كامل المسؤولية لكن الذي يتحمل المسؤولية بشكل مباشر هو المحافظ وقيادة المحور فاضل وغيره وقيادة الجهزة الأمنية الأكحلي المدير الأمن هؤلاء يتحملون كامل المسؤولية نحن لا نبرأ أحد من المسؤولية لكن الذي يتحمل المسؤولية بشكل مباشر هو المحافظ لأنه الرجل الأول في هذه المحافظة ما الذي يبقيه في القاهرة إذا لم يكن قادر على العودة إلى المحافظة فليعلن ذلك لهذه الجرائم تنظم لنا سحر محمد من تعز وإحدى ضحايا عملية البسط في تعز. أهلا بك سحر. أهلا وشعلا. سحر من يتحمل المسؤولية فيما يحدث أنتم أحد ضحايا عملية البسط على الممتلكات داخل المدينة. بداية لو تحكي لنا قصتك مع ما حدث لكم باعتباركم أحد الضحايا. وبرأيك من يتحمل المسؤولية اليوم. في الحقيقة احنا قمنا باستئجار أحد الأدوار من أحد المؤجرين حتى يكون عنه مشروع. ونتفاجأ له بعد سنة من عقد الإيجار ودفع ملايين لتفضل هذا المشروع. نتفاجأ بأن المؤجر قام بطردنا خارج المشروع والاستيلة عليه إلى حد هذا اليوم. احنا داخلهم على خمسة أشهر. والمشروع بحيازة المعتدي. بحماية من ثلاث كبير. من ثلاث إلى مؤسسة عسكرية وغيره. يعني لقات إلى القضاء حصلت على حسن قضائية. وحاولت لجنة الأمنية استرداد حيازة المشروع لنا. لكن للأسف قام بالاستعانة ببلاطجة ومسلحين. وواقه الحل الأمنية. وكانت بتحسو الشباكات وتفضل ضحايا. لكن للأسف هذا الذي أودهه إلى حد الآن. إلى حد الآن خمسة أشهر. وأنا خارج مشروعي. والمشروع يتعرض بأسطل مقبل هذا المعتدي. وبحماية من المتنفذين يقرون لحماية هذا المعتدي. طيب أنتم أحد الضحايا. الآن نحن نتناقش ونبحث عن المسؤولين عن ما يحدث عن هذه الظاهرة. أنك أنت أحد الضحايا. برأيك من المسؤول؟ هل كيف تقيم أداء السلطة المحلية المعنيين الأجهزة الأمنية والعسكرية؟ من تجاوب معكم؟ من لم يتجاوب؟ من يعرقل؟ في الحقيقة أنا في بداية عرضه للمشكلة تم أدلقى بعض السلول لأحد الشيوخ رفض كل هذه السلول التي تقولي للتحكيم وإلى أنصاف السلول. فحاولت أني أمشي بالمسارة القانوني وكنت ألاقي أنه كل اللي حاول يقولون ما فيه دولة. يعني أنت لست يبقى إلى القانون طالما فيه دولة. لكن أثرت أني أمشي بالمسارة القانوني. فالحقيقة واجهت أرقلة كبيرة جدا. كنت أي جهة ألجأ لا ألاقي أنه فيه إصرار أو فيه توسكات أنه يبين للقضية أو يحاول إلى أصنف وتحكيم ومعلم ذلك. يعني ما تمشيش الإجراءات أو الإصرات. طيب سحر في موضوع النهب والبسط على مشروعكم. هل أنت قادرة أن تسمي من يقف وراء هذه العملية التي تعرضتم عليها؟ من يدعم البلطجي الذي تجاوز وأخذ عليكم مشروعكم؟ في الحقيقة البلطجي ظهر أمام المحكمة في أول جلسة عقدتها في المحكمة. ظهر أمام القاضي وتحدى القضاء. وتحدى القضاء بأنه كل أمر قضاء الذي سأحسب عليه سيعمل كل جهده عشان لا تنفذ أحكام القضاء. وحتى يعني تحداني أمام القاضي بهذه السيزة يعني. حتى لو قبت أمر من رئيس الدنفورية لن أقتع دخول إلى مشروعي. يعني هذا البلطجي تحداني أمام القضاء. من غير أي مراعاة بهذهب القضاء. هذا المتنفذ اللي. طيب الأستاذ خالد كان يقول هناك الآن غياب للدولة وغياب للقضاء. وأنت تحدث عن وجود محكمة ذهبتم إليها وقاضي ومحاكمة. ما الذي كان ما الذي رد به القاضي على 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 التجاوزات التي قام بها البلطجي كما تصفينه الذي اعتد على مشروعكم. وكيف سارت المحاكمة. القاضي وقف معي بشكل يعني منصف. وحصلت على حكم يعني باسترداد الحيازة وبعدم التعرض. وتم منع البلطجي من دخول المحكمة الهائية من قبل القاضي. لكن إلى حد اليوم أنا قارب مشروعي. لم أستطع أن أنسعد أحكام القضاء. كما قلت لك تم استخدام سلحين وعصابة من تحمي هذا المعتدي. وقفت أمام اللجنة الأمنية التي نزلت لأجل تنفيذ الفقم القضائي. وإلى حد اليوم أنا خارج خارج هذا مشروع بسبب المتلفد الذي يقص وراء هذا المعتدي. والعصابة شكرا. شكرا سحر. محمد شكرا. هذا ضحايا البسط. ضيفنا من تعز الناشط الحقوقي عمر حميري يقول كنا نعذر القيادات في السابق بسبب عدم وجود الإمكانيات وحالة تبعات الحرب. لكن الآن بعد خمس سنوات هناك ربما إمكانية أفضل في يد الأجهزة الأمنية والعسكرية. لكن لا توجد رغبة حقيقية للإصلاح. الأخت سحر تقول أن هناك محكمة ذهبت إليها وقاضي ومحاكمة تمت. فقد يندرج ما تقول أستاذ خالد أنه في إطار التبرير الذي اليوم يؤخذ على البعض. في الحقيقة الوضع في تعز منعقد إلى درجة كبيرة للغاية. هذا التعقيد يعود لعوامل كثيرة أهمها أن المدينة لا زالت تعيش في حالة حصار مطبق. هذا الحصار أوجد مبررا لبعض المنفلتين من القانون. وللأسف ممن أدمجوا ضمن المؤسسة العسكرية دون يعني أن يكون لديهم يعني تدرج في السلك العسكري إلى أن يصبحوا يعني محترفين لممارسة المهم العسكرية والأمنية. عبارة عن أفراد أدمجوا مباشرتان من الشارع والحقوب المؤسسة العسكرية. وهم عبارة عن عصابة. هؤلاء تضخمت. تضخمت. كنا صد خالد بغزوان. ألا نصبح معنا حردون. هناك. هناك اليوم ازدياد وتباهي أكثر بهذه الفوضى. ما الذي يشجع هؤلاء. من يقف وراءهم. على أي قوة يستندون اليوم. هؤلاء يستندون على غياب الدولة. غياب الدولة وراء كل مصيبة وكل كارثة. غياب الدولة يتولد مثل هذه المظاهر. مثل هذه العصابات. مثل هذه الإشكاليات. مثل هذه الفوضى. حالة النهب وحالة السلام. هناك توجيهات تتم من المحافظة. من وكلاء المحافظة. الهزة الأبنية العسكرية. هناك قضاء. عن أي غياب دولة تحدى؟. غياب الدولة يكمن أو يظهر بشكل واضح من خلال عدم وجود رأس السلطة التنفيذية في الذي هو المحافظ. عدم تواجهته في المدينة. هذا أحد العوامل الأساسية. ثانيا عدم تفعيل مؤسسات القضاء. يعني هناك فالأخت تقول أنهم ذهبوا إلى القاضي. لكن القاضي أصبح هذا الولطقي. هو يتحدى القضاء. فبالتالي نحن مشكالية كبيرة جدا. هناك عصابات تلخمت على حساب الدولة. هناك غياب متعمد وتغييب متعمد للفكرة الدولة. هناك إساءة بشكل واضح لمؤسسة القيش الذي يعني بنية خلال خمس سنوات من دماء أبناء هذه المدينة التي صمدت أمام مشروع الميليشيات. وكانت هذه المدينة هي المدينة الوحيدة التي وقفت أمام ميليشيات الحوثي حينما اقتحت ميليشيات الحوثي صنعا ودخلت إلى عدن وإلى تعز. فانطلقت شرارة استعادة الشرعية والمقاومة من تعز. وبالتالي هناك إساءة متعمدة. سواء من من يعني لهم ضمن قسم النظام السابق. ولا زالت السلطة المحليات. تذكر حملات الأمنية التي كانت تتم من قبل هذه الجهزة الأمنية العسكرية ذاتها. وهذه القيادة الأمنية العسكرية والتي تمت في مناطق معينة داخل محافظة تعز ضد كتاب أبو العباس وقيادات أخرى كانت في الجيش والمقاومة الشعبية. لماذا توقفت هذه الحملات؟ لماذا هذه الحملات لا يكون لها نشاط ضد ما يحدث اليوم من ظاهرة بصع الأراضي؟ جميل هذا السؤال يجب أن يوجه إلى قيادة المحمر. يجب أن يوجه إلى قيادة الجهزة الأمنية. يجب أن يوجه إلى إدارة الأمن في تعز. هؤلاء هم من يتحملون المسؤولية الكاملة عن ما يحصل في تعز. إضافة إلى السلطة السياسية المتمثلة بي المحافظ والسلطة المحلية. إلى الآن يا أخي العزيز السلطة المحلية بكل قوامها مع عداء المحافظ. السلطة المحلية كلها لازالت منذ 2006. هي سلطة المحلية للنظام السابق. وبالتالي هناك إشكالية كبيرة جدا. يعني لا زالت قسم السلطة المحلية وجهازها الإداري هو يعني ضمن النظام السابق. لم يحصل أي تغيير حقيقي في تعز. يعني. لم يحصل أي تغيير حقيقي فيما يتعلق بآليات. بآليات الدولة. يقول لك يا شخص خالد. يحصل تغيير اليوم. هناك اليوم المؤسسة الأمنية والعسكرية أصبحت أكثر نفوذا للتجمع اليمني للإصلاح. هكذا يقال ويشار بأصابع الاتهام للتجمع اليمني للإصلاح. ويقولون أنه هو من يسيطر على مراكز النفوذ اليوم في المحافظة. وأن هؤلاء من يحمي هؤلاء المفصعين أو المتهبشين. لكن في الحقيقة. دعونا نكون وضيحين وصريحين. صنعة أسقطت. هذه إصطوانة مشروخة كبيرة. صنعة أسقطت بحجة القضاء على الإصلاح وأن الإصلاح مسيطر على الدولة. وعلى عدن أسقطها وأسقطت وحصل إنقلاب عشر أغسطس الماضي. وحصل ما حصل في عدن بثقة أن الإصلاح مسيطر. وهذه الإصطوانة مشروخة في تعز يتم تكرارها الآن وهي إصطوانة مشروخة ومكررة ولا ينبغي التعويل أو التكرار مثل هذا الكلام. هناك إشكالية يا أخي العزيز. غياب الدولة. إذا حضرت الدولة غابت الشياطين كما يقال. وانتهت كل مظاهر الفوضى تماما. الذي يتحمل غياب الدولة هو بقاء الرئيس عبد الربونصر. هذه نزيلا في الرياض في الخمس سنوات. هذه إشكالية لم يحصل في التاريخ أن رئيس جمهورية يبقى خارج البلد لمدة خمس سنوات. هذه للأسف الشديد يتعمى تعيين شخصيات رخوة هزيلة غير قادرة على تحمل المسؤولية وغير قادرة على مواجهة الجماهير للاعتراف بخطائها. تذكر المحافظة المفلحة قبل ثلاث سنوات الذي وضع النقاط على الحروف وبيّن أن إشكالية عودة الدولة تكمن في التدخل في قرار الدولة والتعيينات المفلحة. أقيل تماما وتم التخلي عنه. الآن سيتم التخلي على عن الوزير النقل الجبواني وسيتم التخلي عن وزير الداخلية نائب رئيس الوزراء الميسري. هذه للأسف الشديد يتخلى عن كل رجالات الدولة الذين يمكن الاعتماد عليهم في استعادة مشروع الدولة. فبالتالي نحن أمام ارتهانا واضحا للسلطة السياسية في الرياض. وكل ما يحصل من فوضاء سواء في تعز أو في عدن أو في حضر موت أو في كل المناطق التي يدعى أنها محررة هي واقعة ضمن احتلالا آخر أو عصابات أخرى تلبس لباس الدولة. نحن مشروعنا. والقيادات الامنية والأسكري داخل محافظة تعز هي أدوات بيد هذا المشروع. لا شك أننا أمام اشكالية عميقة جدا. نحن لا ندافع على أحد ولا ولا نتهم أحد ولا نكرر الاستوانة المشروخة أن الإصلاح هو الذي يعني يسيطر على فلان أو علان ليتم إسقاط مدينة تعز. كما أسقطات صنعاء وإسقطات عدن في مربع الفوضى بإحثمكات أن الإصلاح مسيطر. أمام إشكالية غياب الدولة. إشكالية غياب الدولة. نستمع لصوت آخر من تعز أحد الضحايا لهذه العمليات. أخي عبد العزيز جلال. أهلا بك عبد العزيز. حيلا كالله أخي الكريم. عبد العزيز أنت أحد ضحايا عمليات البصفة تعز ما هي قصتك عبد العزيز؟ أولا في البداية أشكر قنات بلقيت على تطرقها لموضوع أصبح يؤلع كثير من الناس. في عاصمة كانت هي وما زالت عاصمة الثقافة في الجمهورية اليمنية. آآ ما حصل بال بالتحديد. ما حصل بالتحديد هو موضوع أرض آآ تعود ملكتها لوالدي وعملي منذ ما يقارب ثمانية وعشرين سنة. ليست سنة أو سنتين. آآ كفاجأنا صباح آآ صباحا في عصابة آآ معظمهم طبعا يحملون أسلحة آآ إنها تحاول ليس فقط البصف إنما عمل قواعد بنيا في هذه الأرضية. طبعا ركز على التاريخ أخي العزيز إنه سبع وعشرين سنة. يعني هذا اختصار لما حصل. بل أصبحوا هم من يطالب المالك لطول هذه الفترة بالبصائر والأوراق الرسمية. يعني طالبونا. طيب حتى نتحدث بعموميته عبد العزيز من تتهم أن في قضيتك من يدعم المعتدين عليك ومن يمكن أن ينصفك عليه. هو ليس اتهامي شخصيا. هذه قضية أخي الكريم أصبحت في مدينة تعز الآن كما قلت في البداية أصبحت ديدا. الديد الذي يشغل المشتري دائما. والديد الذي يتفرغ له متهدشين. متهدشين يتبعون قيادات عليا ومحميين من قيادات عليا. ولو كانوا غير محميين ما كانوا يجرؤوا أنهم يتعدوا على أملاك قديمة أو أملاك الناس في مناطق يعني وسط المدينة أو وسط الأحياء المأهولة في السكان. أخي الكريم سابقا. المشكلة هذه ليست بجديدة على محافظة تأتي أو على كل المحافظات الإيمانية. ولكن الفرق بين الآن وسابقا أنه سابقا كان. يا عبد العزيز لدينا دقيقة أخيرة. هل يمكن أن تتحدث عن قضيتك بشكل شخصي في الدقيقة الأخيرة حتى نتحدث في عموميات؟ طبعا هي فقط كما قلت لك أنهم تم الاعتداء عيانا بيانا من قبل مسلحين. معظمهم يمكنون الألوية من الألوية العسكرية الموجودة في تأيز حاليا. هل ذهبت إلى الأجهزة الأمنية العسكرية؟ ماذا كان ردهم؟ هل تم التجاوب مع شكواك؟ ممكن كنت يجاوب بل تم بناء سور من قبلنا طبعا بحكم الملك من قديم الأزمان. وأثناء الليل بعد ما بنينا سور لحجز الأرضية أو حمايتها قاموا بهدم السور بل يعني هم من جاء يصور هم من جاء بكاميرات يصور السور بعد أن تم دناعه. وذهبوا إلى قسم الشرطة. أشكرك جزيلا أخي عبد العزيز الجلال. أحضحي عاملات الوصفتات. شكرا جزيلا لك. أستاذ خالد هذه الفوضى برأيك من الذي بيدهي إيقافها؟ دعني أعلق ولو دقيقة. الأخي يقول أنه من 28 سنة مشكلته معلقة. يعني نحن أمام مشكالية غياب الدولة غياب الدولة في اليمن وقتل مشروع الدولة في اليمن كان باغتيال إبراهيم الحمدي. وأتى زعيم عصابة ولازلنا ندفع آثار وتدعيات نظام صالح بكل تفاصيلها. تعز هناك فيتو حقيقي وواضح. هناك فيتو واضح تماما من عودة الدولة إلى الإمام بشكل عام. وهناك فيتو على تعز تحديدا لا يراد لتعز أن تنهض ويراد لتعز أن تبقى في حالة فوضى متعمدة سواء يعني هذا المتعمدة سواء كان من التحالف أو من أو من العصابة الموجودة والممولة أو من ميليشيات الثوثين التي لازلت. يا صار خالد لأن البعض يستنكر قد يستنكر حديثك وربط حالة المفصعين الموجودة واتهبش داخل محافظة تعز بالإمارات والسعودية والمؤامرة على المدينة. اليوم هذه القيادات الأمنية والعسكرية لا يفترض بها أن تقدم نموذج جيد للمحافظات المحررة أن تكون عند حدود مسؤولياتها والتزاماتها واليمين التي أدتها عند تعينها. قلت لك أن مظاهر الفوضى في المحافظة هي نتيجة لغياب الدولة. هؤلاء الموجودين في المؤسسة العسكرية والأمنية تحملوا مسؤولية كبيرة سواء المؤسسة العسكرية أو الأمنية أو السلطة السياسية المحلية للمحافظة والجهزة السلطة المحلية. طيب إذا كانت الدولة غايبة قائد المحور قيادة العسكرية. ماذا يفعلون داخل تعزيز؟ سلمون مرتفعات خاصة مالية لماذا لا يقدمون استقالاتهم؟ هؤلاء كذلك يتحملون المسؤولية. نحن لم نقول أنهم لا يتحملون المسؤولية. قلنا وبكل وضوح أن المسؤولية بشقةها السياسي والأمن والعسكري والقضائي يتحملها الجميع في تعز. هذا لم نقول غير ذلك. هذا أولا. ثانيا أخي العزيز تعز مع كل ما فيها من فواء إلا أنها مدينة لازالت أفضل بكثير من عدن. تعز هي المدينة التي يخرج الناس فيها للتعبير عن آرائهم للتظاهر. تعز مدينة مدنية وستظل مدنية وستهزم. هذه الإصابات. عن أي حرية وتعبير رأي؟ هناك أحدهم أحدهم سائق باص. علق على الباص. صورة للمحافظ يتسألين المحافظ جمال الشميري قايدة شوط العسكرية دخاله السجن. عن أي حرية تعبير تحدث؟ لكن هناك خروج للناس. تحصل كثير من الإشكالات. تحصل كثير من الاختلالات. تحصل كثير من الخروقات. لكن لا زالت تعز مدنية منذ قرون. وستستمر مدنية وستظل تعز مؤمن بالدولة ومؤمن بالشرعية. ولكن أخي العزيز نحن أمام إشكالية كبيرة. لا نريد تضخيم حالة الفوضى الموجودة في تعز وإظهار تعز أنها مملشة بشكل كبير. الوضع في تعز يمكن أن يسيطر عليه إذا وجدت إرادة سياسية. وإرادة من السلطة السياسية وإرادة من القهيزة الأمنية والقهيزة العسكرية. لكن ما الذي يمنع هؤلاء؟ هذا السؤال يجب أن يوقه للمحافظ ويوقه لقيادة السلطة المحلية ويوقه كذلك لقيادة المحور ويوقه لقيادة الأمن. هؤلاء هم المعنيون بالإجابة على هذا السؤال. طيب الآن معنا المتحدث باسم محور تعز عبد الباصط. البحر العقيد عبد الباصط من تعز. أتمنى أن نجد إجابة لديه. أهلا بك سيادة العقيد. سيادة العقيد اليوم للأسف معظم هؤلاء المتهبشين والمفصعين ينتمون لمؤسسة الجيش الوطني داخل محافظة تعز والمقاومة الشعبية. إلى أي حد أنتم في المؤسسة العسكرية تشعرون بالخجل من هذه الممارسات. حياك الله أخي. أولا أحب أن أؤكد على شيء مهم. أن هناك من يضخم بعض الأخطاء الفردية التي قد تقع في أي مكان. والتي تتخذ بشأنها كافة الإجراءات والتدابير ويمنع حدوثها أو يتم معالجتها فورا. فقد تتخذ بعض الأخطاء البسيطة فيتم تضخيم. أنا هنا لا أتحدث عن يعني مجرد نزوات فردية أو شخصية أو وإنما هناك مسار ممنهج ممول مدعوم آآ فيه آآ صحف آآ وسائل إعلام تواصل غرف آآ مواقع. أقول هذه متفرغة لشيطانة تعز ولتسويد صفحة الجيش والأمن البيضاء النقية وينسوا الدور الوطني. لكن يا سيادة العقيد سيادة العقيد تقول هناك حالة شيطانة لتعز. هل هذه الصفحات وهذه الخلايا التي تقول أنها تدير هذه الفوضى هي من تذهب وتقوم بعملية نهب امتلكات المواطنين. أم أفراد يتبعون مؤسسة الجيش الوطني وباتوا معلومين ومعروفين من أسمائهم إليكم. يعني ولا ولست بحاجة لأن أكرر الأسماء وسردها. لا يوجد أسماء هي هي تختلق أكاذيد أكاذيد تماما. مثلا أنا طبعا لم أسمع البرنامج بالكامل لكن أذكرت بأقر قضية تم يعني عمل قضية كبيرة على القيش وهي الاعتداء على بيت احدى بيوتها الومعة. تأكيدنا وإدامتنا ورفضنا واتخاذنا كافة لجراسة التدابير بشأنها. لكن تظل قضية محدودة ولأسباب أمنية وعسكرية وعند السور الخارجي. يعني لم يكن اقتحام البيت مطلقا. وشاهد الفيلم الفيديو تسجيل الفيديو لضابط أمن المجموعة ولمحام المجموعة يؤكد عدم دخول أي فرد إلى البيت. يعني مثل هذه القضايا. بما نجد تحدث عن هذه القضية لقضية علي محمد سعيد. من من المتهم أليس جندي في اللواء 22 ميكا. لم يتم الاقتحام. لم يتم الاقتحام نهائي الوابط أمن المجموعة والمحام المجموعة ولم يتم. وهذا شيء حدث للجميع أنه لم يتم اقتحامه. ما تم هذه الخط مار خط تماس مباشر مع العدو. وهذه البيوت كانت ترسل قبائف الموت والقنص إلى بيوت المدنيين. يعني إذا لم يتم التحفظ عليها أو حراستها من قبل الآمن من خارك وليس من الداخل. سيعود إليها الجماعة. طيب. بيت علي محمد سعيد خط ماس مع العدو. بيت ومنزل المهدئة من سامي مثلا على سبيل المثال. هذا هذا يعني ما زال الشهورة في المجلس السياسي للانقلابيين. وتم تواصل معه وتفهم المسألة تماما. وموجود حارسه وإن شاء يعود إليه والبيت محفوظة مصانى لم يدخلها. سيادة العقيد. هؤلاء هذه العصابات. هذه العصابات وهؤلاء المسلحين. على أي قوة يستندون? من يدعم هؤلاء? قلت لك على تسعين في المئة من هؤلاء هي وسائل الإعلام معادية. يعني لها هدف معين تنطلق من موقف معادي للجيش وللمؤسسات وللدولة والاشتراعية ولتعز وتريد تشريد الانقاذات. والقلة القليلة يتم اتخاذ إجراءات رادعة ويتم اتخاذ تدابير حازمة وسريعة بشأن منع حدوثها ويعني انصاف وجبر ضرر للمتضررين. طيب. 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 اليوم اليوم هناك استنكار سيادة العقيد. هناك استنكار اليوم المواطنين. قضية علي محمد سعيد تم الاهتمام بها عبد القوي المخلافي الوكيل والقيادات الامنية والعسكرية وانتهت حلة الازمة. ماذا عن المواطن العاديين من لا تربطهم علاقات بقيادات في السلطة المحلية في محافظة تعز. تعز ليست جحيم اخي الكريم. انت لم تتصور لتعز وكان نحن في غابة. تعز فيها نظام وفيها دولة وفيها مؤسسات وفيها امن وفيها قضاء وفيها جيش. آآ المواطنين عايشين في بيتهم تسعين في المئة من منازل حية العسكرية والجحملية تم تسليمه للاهلها وللمواطنين سليمة لم يحدث فيها شيء رغم انها في خط مواجهة. طب انا اريد ان استغل الوقت سادة العقيد كانت معنا متصلة هي احد ضحي عملية البسطة لسحر. قالت كنت داخل المحكمة وامام القاضي المعتدي على مشروعي يقول لو يأتي عبدالرب ومنصور هادي لن تأخذي مني شيء. داخل المحكمة وامام القاضي. عن اي قضاء تتحدث سيادة العقيد؟ من هو هذا؟ في قضية سحر محمد. لم اصنع هذا محمد. قصة مشهورة وقضية مشهورة قاعة العرس التي تمنى. قضية من؟ سحر محمد كانت معنا متوصلة في هذه الحلقة. قضية صالة قاعة عرس في محافظة تعيز. والله اذا لم تصلنا معلومات حول هذا. واذا في اي ضرر او كذا تتقدم للام القاتل الامنية وستقوم باتخاذ اللازم تجاهها. كان هناك القضية السابقة لحق الاغبر وتم تحرك اللجنة الامنية. يعني عادة الامور الى وضع الطبيعي. وتسليمه الى صاحبتها. يعني كما كانت وبدون اي مقابل. اشكرك. اشكرك جزيلا. انا مضطر لمقاطعتك انتهى الوقت. سيادة العقيد عبدالباصة البحر. المتحدث باسمي حوار تعيز. شكرا جزيلا لك. اشكرك. وارجمك المعذرة السلخاني انتهى وقت هذه الحلقة. والمعذرة اذا كان هناك حذية ربما فيها اضطر. لان حاولت انقل لك التساؤلات. انتهت هذه الحلقة بالمساء اليمني. مشاهدين الكرام في الختام تحت الطاقة من البرنامج. ونلقاكم في الغد في حلقة جديدة في امان نحن. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة